العنصر الأخير من الدرس الثاني من دروس أركان الدعوة وهو المدعو نقف به على طبيعة أصناف المدعوين المدعوون أصناف طبقات أوضاع اتجاهات ونستطيع تقسيمهم إلى صنفين أساسيين الصنف الأول هم المسلمون المسلمون أو المؤمنون الإيمان أمر قلبي والإسلام أمر ظاهري ومن هنا نقول إن المسلمين أو المؤمنين وهم الصنف الأول هم المعروفون في الاصطلاح الدعوي بأمة الاستجابة وهم أصناف متعددة سنقف عليها سريعا أيضا الصنف الثاني الكافرون أو غير المسلمين وهؤلاء يدخلون في الاصطلاح أيضا في أمة الدعوة هؤلاء الصنف الأول المسلمون أمة الاستجابة وأما الصنف الثاني فهم أمة الدعوة وفرق بين الصنفين أما عن أصناف المسلمين فهم كثيرون متعددون كما ذكرنا أما عن أصنافهم فيمكننا أن نصنفهم من حيثيتين الحيثية الأولى من حيث الاهتداء والضلالة فمنهم مهتد ومنهم ضال منهم مؤمن إيمانا جازما ومنهم من يعتريه الضلال والضياع واتباع الهوى حتى وإن كان في ظاهره مسلم إلا أنه في باطنه ربما يحمل هذا الشيء كذلك من أصنافهم أو ينقسمون من حيثية أخرى وهي من حيث القوة والضعف فمنهم المؤمن القوي والمؤمن الضعيف المؤمن الملتزم والمؤمن غير الملتزم المسلم الضعيف والمسلم القوي وهكذا هذه هي الحيثية الثانية أما من الحيثية الأولى فإنهم ينقسمون إلى مسلمون مهتدون وإلى مسلمون ضلون وأما من حيث التقسيم وهذا التقسيم غالبا ما يستعمل في مقام الحكم على العقائد نحكم على عقيدة الشخص بأنه مسلم أو مؤمن مؤمن إن كان يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وهو الإيمان الكامل بأركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر إلى غير ذلك من أركان الإيمان ففلان مسلم أي إسلاما ظاهرية فمن هنا أي من هذه الحيثية ينقسمون إلى مسلم وإلى ضال كذلك من حيث القوة والضعف ومن حيث الإيمان والاهتداء أو الظلم والفساد إلى ثلاثة أقسام أولهم مؤمن سابق بالخيرات وهو التقي الصالح وثانيا ظالم لنفسه وهو الفاسق الفاجر مؤمن تقي ومسلم فاسق فاجر ومنهم الصنف الثالث وهو الضعيف المتردد بين الصنفين السابقين يقول تبارك وتعالى في سورة فاطر وهو يبين هذه الأصناف الثلاثة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير أصناف كما جاءت في الآية لكن ما ينبغي أن يعيه الداعية في بيان هذه الأصناف جميعا هو أن لكل صنف لون من ألوان الدعوة إن دعوة كل صنف من هذه الأصناف كل بحسب حاله وموقعه من الاستجابة الحقي والالتزام به أو التردد بينهما جميعا وهذا ما ينبغي أن يعيه الدعاء كما قلنا سلفا من شرحنا وبياننا لأصناف المدعوين أما عن أصناف الكافرين فيمكن تصنيفهم كذلك إلى غير المسلمين وهم الجاحدون الملحدون وهم في كل زمان ومكان مثل ما كانوا في زمن النبوة وحتى عصنا الحديث وأيضا منهم المشركون الوثنيون الذين لا يعترفون إلا بالمادة ولا يؤمنون إلا بالأحجار إلى غير ذلك من صنوف الإشراك وأيضا منهم أهل الكتاب وهم الذين يعتمدون على ما لديهم من كتب محرفة مبدلة كما حكاها القرآن وأخيرا من أصناف الكافرين المنافقون وهم الذين يبطنون خلاف ما يضمرون تلك إذن أصناف المدعوين وأقول للدعاء ولكم معشر الطلاب أن تفهموا أن لكل صنف من أصناف المدعوين من الألوان الدعوة ما يناسبها ترجمة نانسي قنقر